لازم نتذكر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الساعات حضرة النبي دوى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي وفي هذه الأيام لابد أن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم مفتاح الفرج حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي مش بس هو بيده مفتاح الجنة لكن هو كمان إنما أنا قاسم والله يعطي إيش ربنا قسم لنا وإحنا في الأيام دي المباركات وإحنا في الظروف اللي إحنا فيها دي إيش ربنا قسم لنا وإحنا بتمر علينا هذه الأيام المباركات وإحنا بنمر وبنستقبل ذكرى الإسراء والمعراج ما تتخضوش فيه وباء سرى في الناس واستهلكهم وأفسد حياتهم ولازم ننتبهي لي وهو وباء الإدمان تستعجلش أنا مش بتكلم عن إدمان المخدرات وإن كان إدمان المخدرات جزء من الإدمان اللي أنا بتكلم فيه أنا بتكلم على إدمانات خطيرة في حياتنا زي إدمان الكآبة إدمان الحقد إدمان الانتقام إدمان السوشيال ميديا إدمان المواد الإباحية إدمانات كتيرة موجودة في حياتنا إدمان الانتقام حدثوني بالله عليكم عن إدمان إدمان الصراع اللي موجود في العمل وموجود في سوق الحياة إدمان الكراهية اللي فيه ناس عندهم إدمان الكراهية وبيورسوه وبيعيشوه ولو الكراهية مش موجودة هتبقى مشكلة هنعمل إيه وإحنا في شهر رجب الأصم الذي تمنع فيه الحرب وأكيد بدلا هو رجب الأصم يبقى يمنع فيه الصراع وكمان هو رجب الأصب الذي تصب فيه العطايا والمنح وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى صب على حضرة النبي منحة عظيمة لما كان في ديء ويا منحة الإسراء والمعراج كنت دايما بسأل نفسي ليه المصريين والأمة العربية كلها بيحتفلوا كل هذا الاحتفال بالأشهر التلاتة رجب وشعبان ورمضان لأننا وأنا بحلل شخصية المصريين وأنقلتها إلى الكلام عن شخصية المسلمين حسيت أنهما بيدخلوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل دراسة كده بيدخلوا في فصل دراسة كده مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا في التلاتة شهر دول مدرسة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فصل شهر الرجب الأصاب والأصام أيه الدرس اللي هيبقى فيه واللي من أجل درسها درس رحلة النور رحلة القرب رحلة الإسراء والمعراض هي دي الرحلة اللي احنا عايزين نقف أمامها عشان نعالج إيه؟ نعالج ده الإدمان ده رحلة الإسراء والمهرج من أهم النمازج اللي موجودة في حياتنا اللي بتعالج إدماناتنا كل إدماناتنا على فكرة لأنها رحلة علمتنا إن الإدمان إيه اللي حاصل؟ إن الإدمان ما خلص على الحياة ما تقدرش تتخلص من الإدمان كما إن الإدمان ما خلص على الحياة إنت ما تقدرش تتخلص من الإدمان إلا بسبع خطوات سبع خطوات؟ آه سبع خطوات صحيح أغلب الدراسات في الإدمان قدمت لنا الـ 12 خطف تاعة الإدمان اللي بيمشوا عليها في علاج الإدمان بس أنا أقدم لكم نموذج داني لعلاج الإدمان أي إدمان أي إدمان أياً كان نموذج الإسراء والمعرك بيقول لنا تعالوا نخرج من ضيق الضعف ضيق الهوان الهوان بقى على الهوان أمام السوشيال ميديا الهوان أمام الحق الهوان أمام الانتقام الهوان أمام أي حاجة رجع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو راجع بعد سوء أدب الناس مع حضرته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو بيقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس فربنا جبروا بهذه الرحلة جبروا بهذه الرحلة وهو بيقول مش راضي أنه يتعامل مع أذن ناس بأنه ينتق منهم فرسول الله قدم لنا نموذج عدم الانتقام ورح مقدم لنا نموذج وكانهم بيقول لهم لو عايزين تبقوا زي تعالوا معايا في الرحلة دي رحلة السبع خطوات للتخلص من الانتقام ترجمة نانسي قنقر